خلينا بقى نروح لإيه؟ نتكلم شوية عن النادي الأهلي الكلام كتير شوية الفترة دي بخصوص النادي الأهلي بخصوص إيه تحديداً بخصوص معسكر النادي الأهلي في الإمارات وهل المعسكر حيتلاعب؟ حيبقى موجود؟ وحيقام؟ ولا مش حيقام؟ ولا حيتلغي؟ ولا أمور إيه؟ الأخير وأخير حاجة أقدر أقولها لحضراتكم أن الأهلي عنده أكتر من عرض بخصوص إقامة هذا المعسكر والأهلي بيدرس هذه العروض وخصوصاً كمان بالتحديد بعد ما تم تحديد بشكل شبه رسمي مع عاد مباراة السوبر ما بين الأهلي والرجاء المغربي السوبر الأفريقي اللي بنسبة 99% هتكون يوم 24 من الشهر الجاري فالأهلي بيدرس الأمور وبيشوف إيه الأصلح والعرض الأنسب وبرنامج الإعداد يكون شكله عامل إزاي لأن البطولة دي طبعاً مهمة جداً ومتلاعي فريق قوي 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 زي فريق الرجاء المغربي فلم يتم حسم أمر معسكر الأهلي الخارجي حتى الآن وسيتم حسمه خلال الساعات المقبلة بإذن الله تعالى بالشكل النهائي ومن ثم بعد ما يتم حسمه أكيد النادي الأهلي حيعلن عن الشكل النهائي أو البرنامج الخاص باستعداده لسوبر الأفريقي إن شاء الله نتمنى كل توافق طبعاً لنادي الأهلي بطولة تكون تضاف لدولات بطولات الفريق والبطولات الأفريقية تحديداً أمر سيكون مهم واسقين أو في الجهاز الفني في اللعيبة عندنا بصراحة قايمة ما شاء الله لكوة إلا بالله قايمة محترمة جداً جداً ومليئة بالعناصر المميزة المتقلقة خلال الفترة الأخيرة فبالتالي عندنا فرص كبيرة لكن في نفس الوقت نحن نقابل منافس قوي ودي قرة قدم منافسة صعبة جداً على بطولة من مباراة واحدة دايماً البطولات اللي زي دي اللي بتبقى مباراة واحدة بتبقى صعبة جداً وأكيد شفنا تجربة مباراة السوبر المصري مع طلعها الجيش رغم فارق الإمكانيات لكن طلعها الجيش قدروا أنهم يفوزوا بالسوبر بضربات الجزاء الترجحية الأهلي هيرجع إن شاء الله للتدريبات الجماعية قريب جداً وإن شاء الله بإذن الله يستعد منتال قوة لهذه المباراة الأهمية وده فيما يتعلق أيضاً بآخر جديد يخص النادي الأهلي تحديداً أخبار الأهلي قليلاً شوياً نتركيز كله على منطقة مصر وفي نفس الوقت نحن في فترة أجازة بالنسبة للفريق الأول فما فيش جديد قوي بخصوص النادي الأهلي خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل عندنا لسه أخبار أخرى بالتحديد في الحسابات الرسمية على السوشيال ميديا بتتكلم برضو عن نادي الأهلي لكن احنا كمان عندنا رد على هذه الأخبار